أصدرت وزارة الخارجية إجراءات جديدة خاصة لتنظيم عمليات دخول الأشقاء السودانيين إلى مصر وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى منع أو حد من أعداد المواطنين السودانيين مشيرا إلى أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني والتي تكتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة كما أكد المتحدث باسم الخارجية أن الإجراءات الجديدة تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة الأنشطة غير القانونية لبعض الأفراد والجماعات على الجانب السوداني من الحدود والتي تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح ونوه المتحدث الرسمي بأن مصر من أكثر دول الجوار استقبالا للأشقاء السودانيين حيث استقبلت أكثر من 200 ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة بالإضافة إلى خمسة ملايين آخرين متواجدين بالفعل في مصر قبل اندلاع الأزمة